دكتور أسامة هل يعني بتتم زيارات لهذا المكان من الجامعات من الكليات المتخصصة من المدارس أيضا ولا لا الحقيقة ده فعلا بيتم احنا عندنا برنامج تدريبي مستمر طول السنة لطلاب أقسام الترميم في الكليات والمعاهد بيجي دخل عندنا وبيشوفوا عملية الترميم الخاصة بالوسائق وعملية الترميم الخاصة بالكتب والمجلدات والمخطوطات عندنا برنامج تدريبي مستمر طول السنة لطلاب الجامعات والمعاهد المتخصصة في علم الوسائق والمكتبات والمعلومات بيجوا عندنا بيشوفوا عملية الرقمنة بيتم ازاي بيشوفوا برضو المختنعات الجديدة اللي جاية ازاي بيتم ازاي بتركتب وازاي بيتم رقمنتها وبيتم تسجيلها ضمن الرصيد الخاص بإدار الكتب احنا كمان بنتعاون وبتجلنا جمعيات بجتمع مدني واهلي وكامعات زوية الهمم وعندنا كمان يمكن فاتنا اقول ده احنا الرصيد عندنا مش بس رصيد مادي يعني كتب ومساخ وخدر احنا عندنا رصيد موسيقي وغنائي بمعنى ايه؟ عندنا استوانات وعندنا شرائط كاست استوانات قديمة استوانات قديمة يعني كانوا كانوا زمان بيسموها استوانة الكوز قبل ما تتعلم الاستوانة الفلات المدورة اللي احنا عرفان وعليها يعني اقدم الاصوات اللي عندنا استوانات لجليلة اللي هي تلميذة سيد درويش واحنا طلعناها وعلمها يعني نشر نجوز منها كده في الاحتفال بميلاد سيد درويش فتراص الموسيقي عندنا اغاني مكلسوم الاصدارات الاولى لها والفنين الكبار طبعا فاللي هو التراص المادي عندنا قاعة للسامعيات عندنا كمان قاعة للمكفوفين كتب بطريقة برايل فحقيقة طبعا يعني كل اسات زيتي واللي تولوا الضار قبل مني يعني لم يقصروا في عملهم وحقيقة أنا كمواطن يعني مصري كده لما بكون قاعد قدامي يعني صور من تولى المكان من اعلام يعني زي الدكتور جابر عصفور والدكتور صلاح فضل والدكتور محمد صبر عرب ومن تلاهم يعني قامات مصرية مما يعني ان لهذه الضار قيمة لاسة فقط المختنات ولكن العلماء والاعلام والرواد اللي كانوا موجود في هذا المكان وبسعيد جدا ان فعلا افضل المعاهدات والاتفاقيات والزيارات اللي تمت تمت ايام هذا الجيل الزهبي اللي بانت ضار وان شاء الله بإذن الله تشهد مزيد من الازدهار بإذن الله رب العمين حاليا الفترة الجاية طيب نرجع تاني للوسائق اللي موجودة في در الكتب والوسائق القومية هي حريك بتقول ان فيها الجزء الاكبر منها مصري نعم والجزء الاخر جزء الاخر مرتبط بعلاقات مصر بدول المنطقة وعلاقات مصر بدول العالم بشكل عام على سبيل المثال نحن لسه قريب كان فيه زيارة في خامة رئيس دولة سربيا سربيا هي وريسي غوزلافيا يعني جوزيف ديتو والزعيم جمال عبد الناصر يعني دول عدم الانحياز فعملنا معرض وثائق للحركة وتطورها وزيارات متبادلة اللي تمت بين مصر وغوزلافيا اللي هي حاليا وريسيتها سربيا وعاصمتها ده على سبيل المثال فكما هو الحال وانتبه بهذا النموذج في علاقات مصر بريطانيا في علاقات مصر بفرنسا عندنا وسائق الحمل الفرنسية وعندنا الأوامر التي أصدارها قادة الحمل الفرنسية لجنودهم بخط إيديهم نابلون بونابارت كليبير ومنو بس يعني ده حاجة جميلة جدا جدا يعني كنز آخر يعني طبعا الحمد لله